موسيقى 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 مش يبقى فيه كلاكيع ولا فيه حاجات من دية انا هاخد منه شوية من لبن كده بعد ما دفيته وانزل بقى أي علبة زبادي اعمالها زي نظام خميرة تخمير بس اه يا جماعة اي نوع زبادي يعني انت لو حداكم زبادي من اللي انتوا هتعملوه دي ممكن تاني يوم برضو تعملوه منه خميرة فانا لسه ده اول يوم رمضان طبعا فاحنا لسه هنعمل الزبادي بتاعنا النهاردة فجيبت علبة زبادي من برة وبعد كده ان شاء الله هدوبها معي شوية اللبن اللي انا اخدتهم في الطبق كده احاول اجلبهم حلو لحد ديت لما لاجي الزبادي اهي واللبن واحد وبعد كده ان شاء الله هنزل بيهم عرتليل اللبن بتاعنا بعد ما دفيتهم اه يا جماعة ده انا هدوب اللبن بتاعي حلو الاول وحط عليهم علاجة سكر صغيرة وانزل بيهم ان شاء الله هجلبهم برضو وانزل بيهم في الحلة بتاعتي وهتشوفوا الموضوع للنهاية الموضوع جميل خالص ومش مكلف وهتعملوا احسن زبادي اللي عاوز زبادي فراولة موجود هينعمل واللي عاوز زبادي بيضع هينعمل برضو والطعم هيبجى لزيز ان شاء الله معاكم لان انا كل فترة بعمل الزبادي دي في البيت وبالاغلبية في هلو الرمضان واللي عنده اطفال طبعا كده كده ببجى موجود الزبادي على طول بس احنا بنعمله في البيت زي كده على طول اهي يا جماعة دي طبعا بعد ما دوبت الزبادي في اللبن وانزلت بيها بمعلكة السكر هحاول اجيب الطواجن بتاعتي كبايات اي حاجة عندي زي كده وانزل باللبن بتاعنا طبعا وهو دافي املى الطواجن بتاعتنا والكبايات بتاعتنا ومش هنحط مياه سخنة النهاردة لا احنا حطينا في صاج من بتاع الفرن زي كده واحنا هندف الفرن بتاعنا تدفية بسيطة برضو ونحاول نغطيه في الآخر بعد ما عبي الجيمة بتاعتنا يعني انا هعمل رتل النهاردة ابيض ورتل فراولة ان شاء الله بعد ما عبي الابيض ان شاء الله والفراولة بتاعنا هحاول اجيب ورجة ألمونيا ولا ورج زبدة ولا اي حاجة من دي وغطي وش العلب بتاعتنا او الطواجن او الكبايات نغطيها ودخلها في الفرن وهو دافي كده انا دلوقت مولى على الفرن يدفى شوية عشان مش هحط مياه سخنه وده الجيل بتاعنا النهاردة زي كده هناخد باكم الجيل العادي وننزل بيه في باجية اللبن بتاعنا انا جسامته زي ما قلتلكم رتل عملته ابيض ورتل عملته اللي هو الجيل الفراولة الجيل يا جماعة احسن من الالوان التانية فيه الالوان التانية طبعا موجودة عند العتارين وعند بتاعوت الحلويات الوان فيه جزاز وفيه بودرة وفيه حاجات من دي فانا طبعا موجودة انا مش هجيب منها انا جبت النهاردة جيل الفراولة ساهل وجميل وبعمر ترميل على وش الزباد كده من فوق زي ما هتشوفه في النهاية وهتشوفه طعم للزباد الفراولة ان شاء الله حاجة جميلة خالص واللي هيعمله مرة هيكرره تاني ادي الزباد الفراولة بتاعنا هو انا اعب الكبايات اللي عندي طبعا انا عندي كبايات كبيرة وكبايات صغيرة دي طبعا عشان اللي عاوز كبيرة ياخد والعاوز صغيرة ياخد زي كده وان شاء الله نخلص الجيمة بتاعتنا وبعد كده اخر حاجة ان شاء الله عادي خلصنا الجيمة بتاعتنا هنجيب ورقة زي ما قلتلك ورقة المنتقل ولا ورقة زبدة او ممكن حتة شاشة بيضة او اي حاجة هنغطي اللبن بتاعنا زي كده ونحطه في الفرن لمدة ساعتين وبعد الساعتين ممكن تطلعوه تحطوه في التلاجة هيطلع بالنظام ده اه دي الزبادي بتاعنا او النهاردة متماسكه وجميلة او يا جماعة ودي الزبادي الفراولة او شايفين الترميلة دي الترميلة ده على الوش بس لكن الزبادي من تحته كله صافي احنا بنجلب الكبايات اه عشان تشوفوها برضو التماسكه بتاعه والجمال بتاعه وان شاء الله لما تعملوا الطريجة دي مش هتشتروا زبادي من بره بعد كده هتعملوا الفراولة هتعملوا الزبادي العادي هيبقى الموضوع الجميل معاكم ان شاء الله في النهاية اه دي الزبادي بتاعنا او الطواجن النهاردة يا جماعة حاجة جميلة خالص ومش مكلفة زي ما قلتلكم شايفين احنا جلبين الطواجن جدام قوية والكبايات حاجة جميلة يعني ومتماسكة عشان مش تقوله ده ممكن يفك ممكن يعمل لا مش في الكلام ده هتعملوا ان شاء الله احسن زبادي في البيت ومش هتشتروا زبادي ان شاء الله برضو من بره خالص لان رتليل اللبن دول هيعملوا كمية شايفين يا جماعة الزبادي بتاعنا عامل ازاي النهاردة اهي يا جماعة زي كده دي الزبادي الابيض العادي وحنوريكم الفراولة برضو شايفين الجمال والحلوة وادي الفراولة اوه شايفين الترميلة اللي على الوش هي الطبجة اللي على الوش دي بس الترميلة بتاعته وبعد كده الزبادي كله مية واحدة من تحت خامة واحدة بس الطعم بيطلع جميل في النهاية اهي يا جماعة دي زبادي الفراولة بتجلي بدون الوان وبدون اي حاجة مضرة النهاردة الزبادي عملناه بجلي الفراولة زي ما انتو شايفين كده وبالفة هنا وشفة للجميع وما تنسوش بعد اذنكم لايك وشير واشتراك بالكناء عشان يوصلكم كل جديد يومي اتبوزيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة